وتواصل فرق الانقاذ في مدينة درنة الليبية العمل على ازالة انقاذ المباني التي دمرتها السيول في محاولة لانتشال الجثث والبحث عن مفقودين بعد عصار ضرب المدينة ودمر وجرف كل ما امامه وهدم ربع المدينة تقريبا وشهدت جرافات وعمال يحاولون ازالة الاوحال من بحث مسجد في مدينة درنة في شرق ليبيا وسط رائحة كريهة بعد فيضانات مدمرة اوقعت الاف القتل في المدينة وتسببت الفيضانات الناجمة عن انهيار السدين تحت ضغط الامطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال بوفاة ما يقرب من 3338 شخصا افقا لاخر حصيلة رسمية مؤقتة اعلنها وزير الصحة في شرق الليبي عثمان عبدالجليل وخلفت مشهدا يذكر بساحة حرب طاحنة ترجمة نانسي قنقر